اللي هيطلع فكر كده مبارح يضم جنبي هنا انا اول ما روحنا لضربات الترجيح قلت خلصت هقوليك بس ان ربنا رايد لينا واللعيبة دي قديمه خلصة ورجالة اول ما قلنا او الحاكم صفر بنهاية الوقت الاضافي وما جيبناش جول والتعادل وهنروح لضربات الترجيح انا من الناس اللي قلت خلصت مش هنصعد ليه يا عم التشاوم ده فانا برد على واحد اقول له ده ما فيش واحد من اللي داخل يشوت واحد من اللي داخل يشوت ضربات الجزاء هو اللي بيشوت ضربة الجزاء في فرقيته واحد كلهم ده حتى اللي بيشوت ضربات الجزاء في فرقيته اللي هو زيزو خرج مصاب وحتى زيزو حظه وحش في ضربات الجزاء مع منتخب فعني مأبازت احنا جيبنا الخامسة ده إحنا مش جمنا للخمسة بس، دول متشاطين حلوة قوي لو أنت منهم، تعالة ضم جنبي لو أنت من الناس اللي حسام عبد المجيد وداخل يشوت قلت خلصت، تعالة ضم جنبي ده حسام عبد المجيد إمبارح شاطها فندايك فندايك ب Punkt شوت ضربات جزاء كده انسى بقى ما تيب دي خالص حسام عبد المجيد مبقاش ما تيب حسام عبد المجيد بقى فندايك في ضربات الجزاء شاطها حلوة حلاوة بسكة مفيش بعد كده فيا ناس يا محترمين افرحوا وافتخروا وساعدوا بمنتخب مصر مش منتخب فيه اهلي وزمالك واي العيبة ده اسمه منتخب مصر فربنا كرمنا وان شاء الله يكرمنا اكتر باذن الله